لكم جميعا في برنامجكم داخل الثمنتاش نتحدث عن الواقع وقع كرة القدم الجزائرية بعد خروج شبان المنتخب الوطني لأقل من سبع عشر عاما من الدولة الربع النهائي لا كان ولا مونديال سنوات الضياع هل فعلا لا تكوين ولا هم يحزنون أم أن المشكلة وأننا نتحدث بدون علم حقيقي بشكل عام لواقع كرة القدم الجزائرية هل ما خروج المنتخب الوطني لأقل من سبع عشر عاما هو خروج هذا الحلم الكبير من زمان أم أنه الآن فقط لماذا يتم الحديث عن التكوين فقط أيام الدورات هل فعلا المشكلة أعمق وأعمق وأعمق من أكثر من عشرين عاما سيتحدث مع عبد الكريم سابر الشريف مدر في أكاديمية سيدي بالعباس مساء الخير مرحبا مساء النور حكي مساء النور الحديث عليكم بشكل كبير مساء النور حكي أهلا وسهلا أهلا وسهلا أجمع والأحبة مع بعض شبان الخضر بلا كان ولا مونديال خروج من ربع نهائي الكان وعدم التأهل إلى المونديال سنوات الضياع لا تكوين ولهم يحزنون هذا ما يقوله البعض أم أن المشكلة أعمق من سنوات طويلة على مر كل رؤساء الاتحاديات الذين تعاقبوا بأنه لا شيء كان مسطرا ولا شيء كان مهيكلا من زمان فقط نتحدث على الأبناء هذو بأنهم كانوا مشكلة كرة القدم الجزائرية عبد الكريم سابر شريف كيف تصف خروج المنتخب الوطني الأقل من 17 من ربع نهائي كاس أمام إفريقيا بذلك الخسارة بـ 3-0 قبلها مع السينيغال البعض يقول لك لا إقناع في كل شيء ما الذي حدث بالضبط في رأيك؟ شف حاكم أنا باش نبدأوا نتكلموا ونتكلموا بكل واقعية ومرانة هنا باش ندافعوا لا على إكس ولا على إجراج ولا نخبوه حويتش أنا دي جاكينا نحب نعرف حاجة من قلوب اللي كاريتا كاريتا عن اللي إيدي سات وراي الكاريتا أسكل كاريتا صارت غير في 2023 أسكل فارق الوطني اللي أقل من 17 سنة و20 سنة و23 سنة كنا ندو لي تيتر احنا نقولوا أشاك فوق نقولوا باللي احنا بييد وفوتبول باش نقيسوا هدلو بييد وفوتبول بالألقاب الألقاب وين يكونوا من إيدي سات حتى الإيفنت روى حتى السينيور هذا هو اللي تما كنكونوا احنا ندو لي تيتر واليوم ما ندوش وننهزموه ونكده نقولوا كاريتا بس احنا ما كنا احنا جام يدينا لي تيتر بييد يسته وعنا تكاليفيه وزوج خطرات مش تكاليفيه الجزائر منظمة الدورة شاركوا فيها الى إيفان خطرة تكاليفيناها باليناف مع محمد لاسيت وما تلعبتش في المغرب بس احنا جام يكوننا لعبنا يناف وتكاليفينا ورحنا وذلنا لي تيتر صبر شريف لماذا التهويل مثلا تهويل وليس التهويل التهويل معناها انه يجي لك مدرب ولا يجي لك رئيس يقول لك والله هيتو ما كفريق ولا هيتو ما كمنتخب بجام يروح تلك أس العالم يعني عادي كما تروحوش الان ولا نفس الشي بالنسبة للإيديسات عادي كي خرجنا من ربع النهائي كلمة العادي هذه تركب لدى الجزائري ولدى الشاب الجزائري بشكل عام هو انه كل شي عادي الان لانه قبل عشرين سنة ما در تواله لا مع هذا الرئيس ولا مع رئيس آخر ولا مع مدرب آخر لماذا كمالية التهويل ولماذا لا نذخم الأمور حتى نعطيها قيمتها الحقيقية ونقولوا فعلا الدورة نظمت في بلدك من المفروض أن لا تخرج بتلك الطريقة هذا ما يقوله البعض لا نقولوش نجوزها مرور الكرام الناس اللي تكون في عقل ما تجبتش عصا وتقعد تضرب في الناس الناس اللي يقول لك رئيس اتحادي يروح ديتيان يروح المدرب يروح قاعد الناس روح ماشي هذا هو الحل احنا نقولو سينيغال ناخدو ناخدو ايقزون بتاع سينيغال اخي او سيتان ايقزون فارق لا بس به وراه هو يدي في التيتر فقاعد يدي سات او فان او فان او فان تروامح قاعد ديتيان تعالى سينيغال عندو 12 سنة في المنصب تعال 12 سنة في منصب رئيس الاتحادي 15 سنة في منصب احنا في الجزائر اعلى هارم في كرة القادم هو وزير الشباب والرياضة في خمس سنوات خمس وزراء في خمس سنوات ثلت رؤساء اتحادية في خمس سنوات خمسة لديتيان تيكانوين سعدان شافيق توفيق بالسكري احنا ما نخلوش الناس الانسان وين يبدأ يخدم في سنة يبدأ يخدم ويشوف باش يبدأ يدير عمل ولا يدير خدمة غير ما خسروا نطلحوا عليه احنا رانا هنا تعمونا اسابات احنا تعمونا اسابات ربحنا نسك توقع خسرنا نجبدو العصاء ونضربو المدرب نضربو رئيس الاتحادية نضربو فلان نضربو فلان علاها ما نقعدوش قال مدرب هذا وشلي مشا وشلي ما مشاش طيب سأتيك لتحليل ما حدث في هذه الدورة ربما تعطيني اكثر تفاصيل فيسبن طلع توافق الرأي على انه شي عادي لانه من زمان يقول لك ما تأهلناش من زمان انتم لا يتملكون لا استقرار ولا اي شي وبالتالي ما حدث في هذه الدورة تحصيل حاصل لانكم من فترات ما كاش خدمة ما رايوك شوف كين جانب نجي معه كين جانب نجي معه ولكن كين جانب لا لان علاش تغيرت الامور شوفنا اليوم اهمية كبيرة في الفئات الشبانية امكانيات كبيرة في الفئات الشبانية انا نظن اليوم كانت عنا فرصة كانت عنا فرصة باش نروحوا لكاس العالم ولكن معرفناش كيفاش يستغلوا مم مباريات اللي لعبناهم انا نظن اليوم كان خلل خلل فوق ارضية الملعب مشكلة فنية عابدت تقولنية تك سحة فنية لان علاش يعني أهدرت كلمة مقبلة كابتن ونا نتبعوه أهدرت كلمة شابة أخسرنا 3-0 إفالي تيري لصنات دلال لازم نغيره طريقة لعب نحن ما غيرناش طريقة لعب نحن نهضر كوتي التكنيك بس باش ما نخرج على الموضوع يعني علاش مباراة الأولى اللي فزنا بها ما كانتش ما كانتش تعطينا يعني الوامح يعني باش نقوله عنا مباراة سومة مباراة سومة ناس كل جمهور الجزائر قال لك وش كاين كاين حاجة مباراة تانية خسرنا 3 سيفة وتساؤلت كبيرة صح ولا لا تساؤلت كبيرة كبيرة جدا أنا نظن نفس المعيار نفس الشي شابة بلوزداد سانداوس يونيكيب تريفورت لازم تغير طريقة لعبتاعة لازم تغير كابتن لازم تغير طريقة لعب رك خاصة طحت معادي أحسن مدك أحسن منك منظم أنت ما شفت ولا حاجة يعني طريقة أم أنه مقدرناش لأنه لا تملك المستوى الحقيقي يا رزقي رمان يقول لك هذا هذا الجواء طبعا في أول تصريح يقول لك أنه نتحمل هذه المسئولية ولكن هذه حقيقة اللاعب الجزائري قال لك خلونا منهضر كثير ولكن هذا هو الواقع يعني ما يقدرش يغير لا طريقة لعب ولا أي شيء لأنه هذا هو مستوى اللاعب الجزائري والشابة الجزائري أنا نتحمل المسئولية عند إخفاق واللاعب بين دلو اللي عليهم وشكولك هذه النتيجة وهذه الحقيقة هذه الحقيقة لازم نعود نولوليها نولوليها ونعمل وخلنا منهضرها وتصفيد حسابات نحن نقول هذا إخفاق موش إخفاقي وإخفاة القرى الجزائرية لازم نتعلمه نتعلمه من الدروس ونعمله باش نحبه نهضه باش نهضه بالقرى الجزائرية لازم ما ما نحصلوش في فلان ولا في فلان رأي منظومة كاملة لازم نعملوا عليها ونتعاونوا عليها كامل هذه حقيقة لعب جزائري أم أنه كنا قادرين نديره أفضل الله يا كابتن كنا قادرين نديره أفضل ولكن أنا على لحظة برأي خانوه اللعابين شوف كان تبعوا الكلام وش كان يتكلم في يعني في في الكونفيرنس دو برس تعوه قال لك ليتات فورن تعال لعابين أنا نظن لعابين في في هذا المستوى صدري ما كان ولا واحد يعني يخرج أوتسي ديرو كياش يقوله أحسن لعب فوق الميدان جزائري ما كاش كابتن حارس مرة ما شاهدنا مباراة الأولى كان أحسن مباراة ثانية والثالثة يا صاحبي ما كاش مستثناء ربما قليلا الأنطوف ما كانش في المؤتد تكسحة الأنطوف اللي كان شو يخرج أوتسي ديرو بارك الله فيك لازم نعطوله حقه ولكن شنوص ميدان منهار وسط دفاع منهار الهجوم غائب سمح لي برك كابتن يقول برك على المدرب سيفري إحنا الإنسان كما كان يقول الكابتن ما لازمش واحد كي يطيح نطيحوا عليه هضرنا كلمة مقبيلات كلمة يعني جميلة جدا ما نقبل ما نزناش كابتن واليوم ما نزناش باش نكونوا حول صراحة ولكن كانت عندنا فرصة اليوم علاش اليوم العامل تعالجمهور مباراة تعالمغرب إيفالي 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 لازم علينا باش كنا قادرين نغيروا يعني مجارة تعالمباراة هذا اللي حبيتني طرحول السؤالة عند كلمة صابر الشريف هل المشكلة هو أنك ما عندكش فعلا لعبين جهزين لأنك حتى تروح للمونديال هذا هو مستواك الحقيقي أم أنه المشكلة فنية ما قدرناش ربما تغير بأمور أخرى ما نشعر حشية أنا نكمل في الأحضراء اللي كنت فيها وبعدنا ولي الجلم بالتقني وكل مدرب يتحمل مسؤولية ما كاش مدرب في الإخفاق ولا في الناجح عنده مسؤولية تاعه عنده لا تشتاعه كما قال مدربين وقالنا نعرفوها هادش أنا نحب نفهم حاجة أنا كي قلت لك تعموا ناسابات اليوم لإيديسات لميناء ما كاش من عادتنا ما كاش إيديسات وقتاش يعود عندهم تظاهر على عامين على عامين جيبوا وصطف ونزقوا اللعابين واش من اللعابين اللي كانوا في الدورة السابقة بس كما قدرناش لابرسبيكسيون ما وجدناش ما نبدأوا بهم ما كاش هادش 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 في حتى بلاد في العالم تليمينيت ندير انكوستا ندير تقييم نوجدو واشلي مليح واشلي مش مليح ونكمل نعمل بالمدرب هذا ولا مدرب واحد آخر بصح نكمل نعمل ما نزيش نضيع عامين انا ديك اكزوب محمد لاسات ليمينة راح ورا هاديك بتاع محمد لاسات ولا هاديك لكاتجر اشكرا يتخدم مان في الفيرق فيصل يقول لي بس كما عندناش وراه لا يخدم وراه في الفيرق اما يخدمو عندنا اغند مرة يفات جزنانوية كنا نهضرو عشر سنين احنا نهضرو على تكوين في الفيرق كينكش في فيرق بدأت تكوين تحال البعض يتحدث على اكاديمية سيدي بالعباس واكاديميات اخرى بالنسبة لي باردو وما شابها انتو مثلا في سيدي بالعباس بعض ينتقل ايضا هذه الاكاديمية وش ينتقد يقول لك على انو اللعبين موش مكونين صحيح في عامين نكونوا لعابين سيدي بالعباس حل في الفين اتنين وعشرين طماش في دريي الفين اتنين وعشرين في عامين حلو نكونوا لعابين نوجدوا لعابين الناس كانت تقول الأكاديمية والسونتر محمد ساد حل في 2009 2009-2023 الناس يتخدم احنا في عامين في 2009 في وقت احنا كنا ما نخدمش كثير وكنا ما مهتمين بالواجهة للمنتقى بالأول والناس كانت تخدم صحيح احنا ما نقولش المدرب بهذا يسألها قاع نسألوا فيها قاع نسألوا فيها اللي يخدم في الفارق ولا اللي يخدم في الأكاديمية ما عليش حصيلت المنتقى في المباريات على الأقل الخمسة اللي لعبها والأربعة اللي لعبها ثلاث مباريات في الدول الأول ومبارة في المغرب ما رأيك أنت هل شفت شي متغير للاعب مكون بشكل صحيح للاعب عنده أساسيات يقدر يواجه على الأقل هذه المنتقى ما عليش نقوله احنا في الجزائر ما نش نكونه احنا مدربين ماشي ملاح وليتك نيسيان ماشي ملاح وليهيك وليهيك على أنه صعوبة التنسيق بين اللاعب اللي تختار انت هناك واللاعب هنا وبالتالي عملية الاختيار يقول لك البعض عملية الاختيار أيضا كانت سيئة هذا ما يقوله البعض لا ماشي عملية الاختيار بسك هنا راح نقوله دايما للمدرب ما راح نقوله للمدرب بسك هو اللي يختار وهو اللي ماشي كاي اللعبين عنده مستوى ما يقدروش يجو يلعبوا في قسم الأول في فرنسا ولا في إسبانيا ما يقدروش مثلا لسول اللي جاء هو بن علي تعنونت وكي جاء وهما ما حبوش يزيدوا له كونترا صح فدير موش غير الاختيار نعودوا نقوله ما عندوش الاختيار مدرب واللات ما عندوش الاختيار بس كانوا العابي اللي كانوا جاءوا ديروا ديستاج معاه قبل تظاهرها هدية ومبعد كالحق الوقت تعصح ما جاوش إذا حبيت تقولي بأنه ليس هذا هو الواقع الحقيقي للعب الجزائري الشاب ما يقدرش يكون يقولك هذا هو الواقع رس كيرمان يقولك هذا هو هدا الواقع اللي لعب به هو اليوم وخدم به هو اليوم يعني عندنا أفضل بأنه شير يقدر يكون أفضل بالخدمة بالعمل يكون أفضل أوكي بالعمل ولكن أنا أتحدث على الواقع الحقيقي الوان الواقع اللي لعبنا به اليوم هدا وش عنده بس كينوالو هاد الكاتيجوري هادية كانت عاملين تح كورونا الناس في الزيكيف مكاشر كان يخدم وشي خراو هنا حابسين يخي واحد مخدم اي نعم صرف يدير وين كان من تح جيب لي جوار هادوما كنت لحقك هذا الوقت واحد وعشرين واحد وعشرين وثين وعشرين من تح جيب لعابين واحد ما عن دولة كاتيجوري هادية تعلي 2006 هادوما مغلوق مكاشل يلعب كورونا من تح جيب لعابين في سبن طلع هذا والواقع تعال لعب الجزائري الشاب أنت لما تقولي 17 سنة قل لي يعني رو أكابر في زمانكم لعبوا طبعا في سنكم لعبت مع الأكابر ينسمح طبعا تجيبني بعد الفاصل مع صبر الشيف بعد الفاصل مشاهدينا نستكمل بقية البرنامج بقوا معنا الجوز الثاني من برنامجكم داخل 18 مشاهدينا نحن نتحدث عن بطولة كاس أمم إفريقيا لأقل من 17 ومخلفات على المنتخب الجزائري خرج من الدولة الربع نهائي ولا مونديال أيضا هل المشكلة في التكويل مشكلة في الاختيارات مشكلة فنية أم المشكلة عمق فقط نحن نتحدث ورمي السهام في هذه الفترة ونسينا الفترات الطويلة السابقة لما كنا لا نتأهل وننتحدث عن هذه المنتخبات أين المشكلة بالضبط بشكل عام مع فيصل بن طلع الحاسد دولي السابق وعبد الكريم سامر الشريف مدر في أكاديمية سيدي بالعباس أجدد بكم التحية كنت طرحت عليك سؤالا هل هذا هو المستوى الحقيقي للعب الشاب الجزائري حاليا أم أنه فيه لعبين أفضل من هذا أم أنه مشكلتنا في فيفا لأنه اللعبين هذو ما تقدرش تقلنا عن ديتهم أم أنه مشكلتنا في التكوين أساسا ومشكلة كبيرة وأعمق وين المشكل؟ والله كابتن سؤال بارك الله فيك في السؤال هذا أنا نظن لو في المكوينين شف المدربين فئات شبانية يعني كين مدربين ما عندهمش يعني مستوى باش يدرب فريق الفئات شبانية وهنا سيطري ديفيسيل باش تقدر تخرج لعب في هاد الصنفة زمان كنا نشوفو ناس كبار ليحكموا في الفئات شبانية يعني مدربين كبار في السن يعطوا خبرة تحهم وش يعني في تدريب يعطي الوقت انت جيب مدرب دوك فئات شبانية تعطي لهم مليون ولا مليون ونصف واش عاي يخرج لك ويروح يتاك تاك يروح ليوتيوب يخرج لك زرشيزة بارسولون ونحطوه لك سيطري نورمال سيطري ادول مشكلة ادول اشكال نفس الشي شفنا مدربين مدربين في الدرجة التانية ما عندهمش مستوى يدر في نفس الشي نفس الشي المشكلة لقاع راو في التكوين كابتن المشكلة راو في التكوين انا نجي مع المدرب رسقية عمروش رمان رمان لنحييه تانيك رسقية عمروش نعم و المدرب صحيح اليوم خفقنا كين بارح كين يوم نفس الشي نفس الشي ولكن 17 سنة راه كما يقوله حاجة كبيرة يلعب في المنتخب امام جمهوره وكانت عندنا فرصة صحيح كما كان يقول كابتن يعني كورونا وما كورونا وهذه صحيح انا نجي مع المدرب ومعاه ونحييه بهذه المناسبة لان الامكانيات تعلعابين انا نظن تغيرت علش تغيرت ما كانش يسنى امر الواقع لتطفورم تحهم ما كانش مية في المية لاننا شفنا لعابين ما عندهمش مستوى في المنتخب ما عندهمش شفنا مع عدة يعني مباريات بس فناش يعني واحد انا ابرنا طف انا طفلي كان اتجلو سجل اهداف ولكن شفنا وسط ميدان وسط الدفاع ما هوش لعابين منتخب وطني ولكن عاودنا نرجع لسؤال كابتن السؤال هو يقول هنا في المدرسة التكوينية في الجزائر مكاش كابتن باش نكونوا صح مكاش لو يكون عندنا مدربين ماذا يفعلون في الاكاديمية اذا كاينين شوف كاينين واحد ثلاثة ثلاثة ولا اربعة عندهم امكانيات انا اقول لك بارادو لسيربي مولودية مولودية كيف تقول سمحني كابتن سمحني المولودية الجزائر سمحني مولودية جات الجزائر نعم نعم والصورة هدو عندهم امكانيات ولكن ما على المسؤولين يروحوا شوفوا لعابين هادو كابتن لان هاد لنا على سبيل مثال عطيت لك هذه الاندية لان كاين لعابين ممتازين في الجزائر لا بين اللعبين والتكوين انت الآن فرق كبير تحدث لعلا بين الاندية اي نادي هذا اللي يعطي للعبه الشباب ويعطي له امكانيات ولا امكانيات ولا شيء ربما استثناء الآن شباب بالوزاد او نادي فاردو توافق الرأي المشكلة في المكوينين ام مشكلة في ماذا لا لا كابتن ما نيش نحكي لك على المدربين المكوينين لا نحكي لك على اللعبين على اللعبين يعني على اللعبين أنا أنا كما يقول لك أنا ما زالنا غيرنا نتعلمون نتقدموا ومدى بينا نزيدوا نستفادوا أنا ما زالما اشتحتى فارق في الجزائر مهما كانت صفتو مهما كانت قيمتو مهما كانت الأموال اللي عندو أعطي أهمية للشباب مع ذانا دي فاردو بالأكاديمية التاع صح احنا ما ناش نقولوا ما كاش كاين يلعبين في الجزائر من خصوص الاعتناء بهم والتكفل بهم من كل النواح احنا ما زال أنا نغير في هضراء ما زال ما دي ما دي ماريناش ماش نبدو نخدمه علش أنا من اللويل قلت كاين خوروج من البطولة في الكاردو فينال كاين مدرب ما نقعدوش حاكمي للعصاء ونقولوا مدرب يروح ومدرب فاشل ورئيس اتحادية فاشل وديتيان فاشل هاي نحوهم قاع نعودوا من فلسي وهم الأخرين قاع غير نخدموا عام باش يبدو يخدموا تلحق تضاهو روح اخرى نطيمينا ونعودوا نحوهم قاع أنا جو فونس كون الناس لازم تفهم كون منظومة رياضية ما تقدر تكون ماشي فاسد بس لازم تعاون تعقى عن الناس لعابين قداما اللي قرار الفوتبول اداريين والصحفين الرياضية هذو هما اللي يصنعوا المنظومة هذه ويصنعوها بطريقة من يكونوا متفهمين كلها المنظومة هذه اللي قتلي أنت المنظومة الأربعة والخمسة كلها ضائعة كلها فاشلة ما تقدرش كون كلها ضائعة تسي نورمال كاين كاين أنا نقول أنا داراي وحدي بلا كاين ستون جردان تيري سأل سامحني سامحني صدر تفضل لا 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 اللي اسمعك دا كاين قرر نو مش قرر نعطي كيكزون اسمحلي اسمحلي دوك ما نجيش معك هاي رو في هذا الكلام على شو ما نجيش معك انتك يكت انتارك في بالعباس انا هكذا ولا لا امكانيات موجودة ولا لا لا موجودة كاكاديمية موجودة بارك الله وفي منظرين يصبحوا عشياء بارك الله كايني الإمكانيات كايني الإمكانيات في مشاكل ما فيش مشاكل سلام عليكم ما داوش حبيت انقول لك بمعنى ماذا تريد الى ايلة الى انتظر يعني دعوة تمشي مليح صحة واكاديمية تعسيدي بالعب بس تقدر تخرج او دي سات او دي سناف او فان قاعد تخرجهم لا باربعين لعب اكاديمية فيصل كي نهضرو شو رو بلون تعمو درب نهضرو كلام تعمو درب اسكو اكاديمية نهار دخل ربعين لعب رح ينجحوا ربعين لعب لا حان ينجح من لعب واحد تنين ثلاثة كي ما احنا كي ما في اوروبا ما في اوروبا يدخل ربعين يستقو زوج ايه تكسح هاديه 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 هانا نهضرو هانا نهضرو هانا نهضرو هانا هنا هانا هانا الى اكاديمية تعكم رأي تبدأ لكيب ناشيونال صحة ثلاثة هم نهضرو إذا كانت قصة تم عمل الأكادمية. كانت قصة مجتمع في ولياية. وأنا وضعنا إلى وليا. والذين يدخلها في أول عام ضخل. تعود أن تدخلها إذا أحد يريد موجود الفاري. توضعناً لدينا الزوال الشمبيل. إنه دخلناه لن يريد موجود. حب أن يحب أن يدخلونه بالعصائف. . هذي كاينة أنا كي هضرت على المنظومة فيصل أنا عشان يحب أن الحق كي لازم هاد الناس قاع نتعاونه واسك علاش لو كان يحكموا لي قرأ الفوتبول وعندو دكتوراه في الفوتبول دكتوراه في السفور ماشي في الفوتبول هذي جديدة عندو دكتوراه في الفوتبول أنا مانعرفهاش دكتوراه في السفور ووراك فيشاليتي فوتبول أنا هو طبيب بتاع الفوتبول ومبعد اللعاب للانسين جوار انت لانسين جوار عندو حق بسك عندو فيكوري ما تقدر ستقاله انت سمحني سيد صبر الشريفو لكن ليس كل لاعب سابق له الحقية في أن يدرب اللاعبين الشباب أنا جايك حكيم هذه القاعدة بدأت في الجزائر سمحني لا 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 مش يدرب حكيم أصمحت قاعدة سمحني أي لاعب سابق يقول لك أنا ضروري لازم ناخذ فئات شبانية لا هل بهذا المنطق؟ لا وحتى المسيرين هذا الرؤساء النوادي للكثير منهم لا يفقى شيئا أنا جايك حكيم يقدر يكون مناجر يقدر رئيس فريق بسك يعرف الفوتبول ما لازم تكون غير مدرب ولا يعطوكين كاتيجوري تكون في المنظومة الرياضية علش ما يكونش لعب سابق رئيس فريق بروسبيكسي يونتانيك في سكوتينك يشوف عندو ندراء كيني ما عندوش وكيني عندو على ما يستفادوش منو علش ما يكونش اللي يقرأ ولي اللي يلعب بسك اللي يقرأ ما عندوش لفيكي علش ما يكونش ميزاج صحا بين هات الزوج صحفات صحفة الرياضية تقدر تفيد بزا في حوايج أفيك دي ريبورتاج في الخارج جهنات قال هالناس كيفاش يتخدم بسعنا حكيم ولكن هلا لا يوجد الشغل كيف تطلب من الإعلام أن يصور لك غير ما هو موجود لا في الأندية ولا أي شيء منيش هنا حاكم نعم من روح لك الخارج الجزائر أنا همني منظومتي الداخل نعم بسع تشوفوا الناس كيفاش يتخدم في السينيغال كيفاش يتخدم في مصر كيفاش يتخدم هادسوا هادو ما هو ما اللي يخلوه الإنسان يفونسي احنا عمبكوا شانا نديرو تمينا أجبد حاوزو نحي مامبا 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 بالل Māyid guys fought ليس بالشكر كيفش مالك ليس بالشكر رأيه لكن صلي محمد حسنا أنا personal وهنا مع حكيم ااتكرنا وكرمنا واكرمنا وطلعناه طلعناه اسمح لي طلعناه فوق لي brace طلعناه لسماء ويستهل دي سات بارك الله فيك إنه سليداتي تروني 17؟ نعم، نحن كرمناه وتكلمنا عليه مستقبل وكذا 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 ووش يزيد ووش يخصو وحاكي من له وفمو لو كان عاودون جبدو للوش كايد قال لك ووش لازم ووش لازم هاد المدرب باش يزيدو له كونتان صح ولا لا حاكينا هاد البلاسة هاد يتكلم ودوك اليوم عندما تخسر تحب ولا تكره اي سيتوتا فيه نورمال تسمع كي تخسر الناس طيح عليك ووش سنة انتا ووش انيش نقول لك مطحش عالي سنة بالعقل باش نلاحقو اليوم البروبلم كي سبوز كي خسرنا عليش خسرنا المشكلة على الباكو كنا على خيط خيط هاد يذن ينحوسه ليه جاء الحاكم استغفر الله يمه بيت عبد كريم صبر كنا على خيط نجوزه المشكلة عليش قاعدنا باش سعين تخيقا روحوا احنا ولينا ما نحوسوش كوب لا كوب دافريك نجوزه كاس العالم هو كان توجور الدول الوبجيكتي في كاس العالم سيتي بارك الله فيك سيتي المشكل مع الفريق المغربي ما عارفناش كاش يسعون سمحني هذا السؤال انا من كلامه ما الذي يتغير مثلا من مدربي يقولك انا رايحي للمونديال بانه مقتنع بلعبية مثلا مقتنع يقولك رايحي للمونديال مقتنع ثم بعد ذلك يقولك انه ما عدناش لعبين ومشكلة عمق ايضا اين المشكلة بالضبط انا وريد ان افهم بلك المشكلة راح يصرف في الدورة بدايتها بسكو لا جيرونس تاع لتورنوى ان لويمن بلك لعب دي تورنوى هكذا جاي بعد رمضان على شك داك مش جاي مور رمضان برك سيلا جيرونس تاع لتورنوى تاع لعاب تاع بزاف سوالح يصرف له بلك لو كان كانو دي ماتش كي ما كانو بكري آلي روتور بلك كنت تلعب له ماتش آلي وتوجد له ماتش روتور عندك كل يومين تلعب مقابله هذا هو اللي يخلى بلك النظرة تاع المدرب بسك سيلا ممجوور اللي يلعبوا لك فلقوا فاراب سيلا ممجوور اللي يربحوا مين من ناس كلك ليروندوون ما كانوش المشكلة انا انا جاب لياربي غلطوه انا جاب انا اسمع لعبنا في كوب دافريك سيتي يعني الحرارة ولم يقول ذلك ويقول لك هذا هو مستوى لاعب الشاب الجزائري ومستوى كرة قدم الجزائري اعطيك التصريح الثاني يا جماعة حتى اسمع الى التصريح الثاني يقول لك هذه هي صورة واقع كرة القدم الجزائرية من الشباب تعرف ان هذا هو الواقع العام تتفقون معه اعطيني التصريح الناس نازم تقلب نازم تقبلوا الكل وش هو صاريه في الكرة الجزائرية هذه هي صورة صورة كرة القدم الجزائرية في الفئات السوبانية هذه هي صورة كرة القدم الجزائرية نعم فاتتنا نعم فاتتنا كثير من السنوات كثير كثير جدا شفنا فريق كونغو كان احسن منناه شفنا فريق سينيغال احسن منناه شفنا فريق سينيغال اول مباراة نفس الشيء السومال كانوا لعبين معتزين جدا بارك الله فريق كونغو كان قادر يفوز فريق سينيغال كان قادر يفوز ولكن انا نقول اليوم ما نقولش كنا قادرين انا حسيت قادرين نجوزوا الكاس العالم كنت متفائل مع الفريق المغربي انا قلت ان شاء الله ما نطيحوش مع يونيك بافريكا كيت احنا مع الفريق المغربي والله العداير هنا في البلاطو كنت قد ان شاء الله نفوزوا في هذه المباراة يعني ما كنتش نسنا نكونوا في هذا المستوى ما لعبناش طيب عبد الكريم صبرش المشكلة اعمق من ذلك من سنوات طويلة من رؤساء الاتحادية المتعاقبين من رؤساء الاندية الذين لم يشتغلوا ولم يعملوا باكاديميات ولا مراكز تكوينه ولا مراكز تحضير المشكلة اعمق حتى في الدولة في الوزراء الوزراء المتعاقبين الذين لم يضعوا اي سياسة بحقيقية استشرافية للمستقبل هذه هي المشكلة بشكل عام المشكلة في المدربين والمكوينين وما شابه ليس هذه الدورة فقط حتى نعطوا الحقيقة ايش الدورة هذه اريد ان اسأل انا اسأل بشكل كامل انا دايما نقول بلي مكاش سياسة لتنزم الفرق خدش نكون نديروا الريشرش نلقوا بلك البلد الوحيد الوحيد اللي الفرق خطيعوا تعليقية اسم الاول ما عندهمش اكاديميات الوركي نورمال موفلو كاي شارج البروفيسيوناليزم يهضر علي اكاديميات انا قلت هالك اديك خطرة انا دولة انا دولة نمد نمد الفارق مية وخمسين مليار بش يصرفها مئة مليار انا لاني نمد لك انا لاني نمد لك خدش وكان ما نمد لك انت ما تلعبش مئة مليار تروح تصرفها وخمسين تبدأ بها المركز تكوين العام الجاي ملقاكش بديت مركز تكوين ما تدي حتى دوره وتقول لي تسوفري لازم ندوك لازم نفرده على الناس هادوما لازم نفرده مركز تكوين بس كيكونوا عشراء خمسطاش عشرين مركز تكوين غدوة هادي خرجتك ثلاثة هادا ربعة هادا شاء له شواء هو والله وقال لك قال لك انا ليا هادو احسن اللعابين معنتها جيبا له شواء بس وين يقدر يشوف سيرتو في البريود هادي وين يقدر يشوف وين شاف ملقاش الناس ما ايش تكون وين يشوف مين يخير بس حكي يكونوا عندو طناشر بعتاش المركز تكوين بليس الفيرق يلا له شواء عندو وين يشوف غدوة ما نتكلموش الكلام هادا هادا مكان طيب الان الواقع اراك فيها الواقع ماذا يلزم هل فقط نحن ملسابتيا نتحدث اليوم نلتقي بعد عامين نتحدث نفس الشيء منتخب محل اقصية منتخب هذا اقصية منتخبات اقصية هل من هذه الفترة فقط انا اتحدث قبل عشرين عام من نفس الوضع اقول لك حاجة كابتن لازم في التهنال اليوم يفوتلي لصونة الضلب لازم نغيره نجيبه مدربين مكوينين مكوينين من اي خالج زائد هنا في الجزائد ويجيب لعابين ممتازين جدا لانا كاين لعابين كابتن منيش حاب ننقيس ناس والله ما رأني حاب والله اسمح لي يا كابتن لان الحل بين جيب مدربين والمدرب في المكان المناسب المدرب في المكان المناسب كل واحد تعطي له حقه كابتن منجيبش انا صاحبي انا منجيب صاحبي منيش حاب نضر الناس بكلامه انا كابتن عاود بله من كلمة انا انا كانت تربوست على حراس مرة ما مدخلت لهش مشكلة اعمقه يا كابتن نال ليس يا كابتن يا كابتن ليجي كيف كيف موسى الحاج قدور عيسى كيف كيف الباك كابتن والله الباك راح ندخل في واحد منيش حاب نضر الناس والله يا كابتن منيش حاب نضر الناس شوف حط مدرب كفاءة فريق وطني هذا منتخب هذا منتخب حط فريق وطني منتخب وحط له مساعد في المستوى وحط له بريباراتور في المستوى وحط له مدرب حراس في المستوى وحط له إداري في المستوى وحط له السكرتر جينيارا السكرتر تعوى في المستوى والمستوى كين في الجزائر كابتن احنا ما نحبوش نحب نجيب صاحبي علش الفوتبول ألجريه موش ملاح؟ نادرب شوية نفاء علش؟ ها كابتن هذا هو المشكل ما نحطوش المدرب في المكان المناسب كين عدة مدربين اسماوات ممش يخدموا علش بس كون عندو برسوناليتي كابتن ما يدق دقش نج بدلك اسماوات نج بدهملك كابتن مدربين هنا في الجزائين مستوى علي موش يخدم كابتن موش يشتغل سيبا نورمال ما يشتغلش إكس ويقرك سيبا نورمال كابتن كيما كابتن فانتروا هراحوا إلي ميني عود جتلهم مرب يعطنهم فرصة باش يعودوا ما تزناج نعود لرجع إلى هذه النقطة بعد الفاصل ان سبحتمها طبعا فاصلوا المشاهدين نستكبلوا بقية النقاش ابقوا معنا الجلس الثالث من برنامجكم داخل الثمنتاش ننتحط مع عبد الكريم سابر الشريف مدرر في أكاديمية سيدي بالعباس ومع فيصل بن طالع حاليس دولي السابق على واقع كرة القدم شبانية بشكل عام ليست مناسبتية فقط وليست بدورة كاسو من أفريقيا لأقل من سبعتاش وليست من سنوات فقط عشرين سنة وإحنا نتحته وأين هو المستقبل في كل ذلك الواقع كنت حتو طبعا توقفت معك حتى الأقل من ثلاثة وعشرين سنة نهزمنا أقصينا فرصة أخرى ومنتهى الأمر ولم نعطي حصيلة لما حدث هذا هو مشكلتنا مثل ما لم نعطي حصيلة أيضا لا منتخب أول ولا منتخبات الأخرى واقعنا هذا هو شوف كابتن نحن الفريق الأول نفس الشي ما رحناش كاس العالم كابتن ولمدرب لا باس عليه وكل شي وهذا رمان ما نطيحوش عليه تانيكو كما قال لك نخرجون سيوفا ونطيحو عليه لا لا هذا جابنا كاس العرب نشكروه برك الله فيه وكذا ولكن اليوم يفوتيريس لصونا الدولار علاش المشكلة علاش خسرنا في بلادنا باتة المشكلة طريقة لعب لملعبناش كابتن هل أنت تحصرها في فنيا فقط فنيا لازم تقول حبيت تقول لي كنا قادرين نديره أفضل من خلال مستوى اللعبين حسيت على أنه كنت قادر تدير أفضل مما شفناه في هذا المستوى كابتن المستوى اللعبين ما كانش مليح كابتن مشكلة كامل المباراية اللعبين ما كناش في المستوى كابتن إذن أنت تقول لي مستوى اللعبين ماش يمليح ومن جهات تقول لي فنيا كيف المستوى اللعبين لما مايكونش مليح ماذا سيعطيهم المدرب مدرب مايقدر يدير ولا شيء كما مايكونش اللي تطفون على اللعبين ماهو مش فيه أحسن ما عنده ما يدير كابتن بس صح ولكن إحنا كانت عندنا فرصة كابتن أنا نقول هاو نعودها مع الفريق المغربي ما عرفناش نسير والمباراية جيد مدرب السينيغال سعبد كريم كان قال على أنه نحن لدينا سياسة من زمان منذ فترة طويلة وهذه نتائجها إيديسات يخدموا الإيفان يخدموا إيفان طرواء إيفان طرواء المنتخب الأول نحن لا نعتبر من هذه الأمور نحن اليوم نتحدث كل مسؤول تنتهي الأمور إلى المرة القادمة المنافسة المقبلة لماذا لا عمل مثل السينيغال مثلا شوف حاكي ما نبدي تكبير أنا قلت خلاص إيديسات نزيد نشوفه حتى واحد حتى يقول لهم عندهم باش يلعبوا كمبيتيشون إيفان هكذا إيفان حتى على عامين باش يلعبوا إيفان طرواء صح المشكلة هدا ورا رأوا في رئيس الاتحادية رأوا في المدير الفنر مصطفى بسكري أشكر رأوا فيهم فيهم جميعا ما رأش فيهم حكي لما هذا ليس فيهم هم من يتحملوا أيضا مسؤولية هم من يقول لك علاش حكي يا عام يا دوك هو كي جاء عنده عام رئيس الاتحادية يا عام دوكم يقولوا له يروح كي روح يجي واحد يبدأ يديماري مايشوش وش خلال آخر مدير الفني الرياضي مصطفى بسكري ولا توفي قوري شي ولا كين مدير فني يخدم عام؟ أشوف كافة شوف قاعد أفريقيا ماشي لي ما كاشقع كين مدير فني يخدم عام؟ هوا عام بش غير تستالي وتسق مروحك وتعرف وش عندك وش ما عندكش نحن ديما نحصلوا في رئيس الاتحادية نحصلوا في مدير فني خلي مدير فني يخدم خمس سنين يخدم عشر سنين سيتام أنا يقول لك سينيغال عنده طناشن سنان المدير الفني ولي كان قبل وقعد عشر سنين وما تحاويش من الاتحادية السينيغالية هوا حاكم الافورماسيون ما عندها توجوري اي كونتينويتي كين استمرارية نحن يجي مدير فني يستالي سبع شهور خسر رزق يرمان ولا خسرت ايدي ست هيا نحيهم قاع نحيهم قاع هذه كل عام نديرو منذة أولمبيك فيها 4 سنين نحن كل عام فطي على رئيس الاتحادية نحن كل عام عنا رئيس الاتحادية جديد كل عام عنا دي تيان جديد ومن بعد يهضروا على المستوى توجد المستوى غير في الاتحادية يوم ما من تحت مكاش انت ترح تلعب بطولة عشبان كين بطولة عشبان فيها وي ماتش آلي وي ماتش روتور تلعبوا فيها ممكن تلعبوا فيها وي ماتش آلي وي ماتش روتور تلعب خمسطاش ستاشن ماتش واتسع آلي ماتش ما يجيكش الحكام ما يجوكش كيف حبي ترفض الكورة القادمة هذه أنا نقول خليوا استمرارية اليوم خسرنا ايدي ست يفوفير انبيلون تعالش خسرنا واش اللي مليح واش اللي ماشي مليح واش اللي كان يخصنا نحيو الحاجة المليح هنقارديوها ونزيدو نفونسيو ولازم معاونة عقاع الناس لعابين قداما مدربين صحفيين اداريين هذه بلادنا سبحان الله العظيم الجزائر هذه سابق سابق وعلاش خسرنا دخلتين فوفير انبيلون ايو بساح انت عطينا شميل انا منيش الداخل انا منيش الداخل والصرا ايو كيف انترك شدي انترك جميل انا سول البرون تيكليك شتهم نيب صح التاسكيسي والمشكل وراه وعلاش انا شفتهم شهر مقبل في رمضان شفتهم كونت البوركينا فاسو شفتهم كونت المالي شفتهم كونت الجابون ام بون راندمان وهم بعد دخلنا لك اوالش قلت لك الدورة تلعب دور كبير فسول البرون مانطان دوك وصرا الداخل مقدرش يقول لهو الكنا فيصل بساح اليوم انا دراري عادو هذا هو حلنا؟ لا 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 الحل هو التكوين يكذب عليك وين تكوين؟ هنا في الجزائر وين بالصح؟ كل يدير التكوين لا 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 لدينا ناس دير التكوين لا 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 كان ناس دير التكوين لا 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 لعب يسوأ 500 مليون اقولوا 500 مليون في عامين 500 و 500 بدأت تبني سنطر تفورماصيون يقول لك انتبعوا الاتحادية سينيغالية هاي بينا كيف اشي يتمشي اني يقول لك دي تي انت نحى جوز عشر سنين جاو حدا اخر في بلسطو 12 سنة بسح الاخر ما راعش قاعد تفورماصيون قاعد تفورماصيون حنا احنا المشكلة نجي نحي فكرة تحاكم يجي حاكم نحي كيف فكرة تاع فيصل ماناش نخدمه بولانتيري تاع البلاغ هادية ونبع نقول له لازم رئيس تسمى دوك رئيس جمهورية تاني يجد يقولنا دير التكوين سبحان الله لازم يقول المنظومة فيها ناس حاكم وفيصل فيها مدربين فيها صحفيين صحفي رياضي يعرف ولعب سابق يعرف وليقر الفوتبول يعرف والإدارة في الفوتبول يعرف انت قلت الناس مرايشي فلاصتها شيكونا ريزو شيكونا ريزو كل واحد ما هوبش فلاصتو في كرة القدم في الجزائر في البوطولة ولا في وين حب الور في البوطولة ما نهضر لكش بركنا انزاما من ما ناش حابين نقيسو ناس شاركو الناس يا صحبي شاركو الناس محبوش محبوش اسمع الفوتبولة الجنية حابين سقسيك أنا فاضي تكنيسيان في تزير الفيصل ما لدينا لعابين قداما يقدروا ما لدينا الصحافيين دون مستوى اللي يقدروا يجيبوا لك حوالي جلمة شوف دون تولي ضمن كنت الجزائر المشكلة هي المشكلة احنا ما نحبوش بعضنا بعض اولي يجي يقولك نحي فيصل نحي حاكم يجي واحد دخلين يلقوز وشوح دخلين نحيهم ملينا نعرفه غل نحي غل نحي هكذا انت قلت هذا ايوان طروة خسروا نديروا عن بيلون نديروا تعليه ايديسات وراه المشكلة هاو المشكلة انا نعانو فيه صافي عشرين سانة يا صاحب عشرين سانة نعانو في المشكلة هذا ومزل نحكي وبالك على خمس سنين اولاد اربي طول عمر نايدو نحكو غير من مشكلة يعني في سيدي بالعباس مثلا هذا مادام تقول لي عام فيه لعبين قادرين يكونوا في المنتقى بشكين كاينين لعبين بتكوين صحيح وقاعدين كاينين لعبين انت كتش بفريق الوطني احسن اللاعب شكون هو مسلم انا طوف خلاص حمدولله عاميل خدمة انا هدرو على عاميل صح التكوين ما هو عاميل تكوين ماهو عاميل حبيت نسخ صيد كل اغري سامحني حارس مرمى اولا نجيبه من كندا لماذا نجيبه من كندا فيصل نجيبه من اي بلدو المهم جزائري عندنا حراس في الجزائر وعلى باله وش راني يقول هو وعلى باله مشكلة في التكوين أيضا نعم عندنا حراس في الجزائر شوف حاكي عندنا حراس سيتان شواء نعم بيانسير سيتان شواء هو المدرب عنده حراس خير هذه هي صحيحة شوف فيصل انترك قارديان دبيت وارك مدر العب به انتوروات عكو فارا خرج احسن حارس نحي سيتان شواء حتى اختم هذا الموضوع المشكلة اعمق في ذلك المشكلة من زمان المشكلة منذ اكثر من عشرين عاما منذ سنوات طويلة وبالتالي ليست الان فقط يجب ان يجتمع الجميع ويعودوا يرجعوا الى تكوين حقيقي واكاديميات والناس كلها تشتغل من الوزير وهبط هكذا هذا هو الواقع انا لي الناس قاعدة لازم تتضافر الجهود وكما قلت الناس اللي لازم في المنظومة هذه قاعد يتعاونه في سياق واحد فيصل والله العادي مبالك منها الى 4 سنين 5 سنين والله العادي محطوها فيصل والله كابتن وش رك تقول بس حيح السياق كل شي في مكان وانا انتمنى ان شاء الله باش يتحسل كرة القدم الجزائرية وانتمنى ان شاء الله لانا علاش دوك شفنا انا رمان والف مع الشبان حكم بكو ديكسبرينس مع الشبان انا لازم يخلوه يشتغل هكذا باش يكون عدة لعبين لانا دوك نحبوه لنكره كابتن او دارب 4 سنين ولا خمس سنين مع الشبان نعم عنده انفيزيون مليحة والمليح واحد كي يغلط يصلح كابتن اليوم غلط غدو ان شاء الله ما نقدرش نزيدنا غلط المسكلة ليست في شخص واحد لا طبعا خليني نذهب الى موضوع آخر اليوم ترسيم مباراة اوغندا والجزائر بملعب جابوما بالكاميرون ولكن التوقيت هو انه الساعة الخامسة التوقيت غريب هو التاريخ غريب لانه هو الثامن عشر من شهر جوان وبالتالي المنتخب الجزائري امام مشكلة لانه لديه مباراة ودية يوم عشرين من شهر جوان في عنابة امام المنتخب التونسي يعني مباراة رسمية مع اوغندا يوم ثمنتاش مباراة ودية مع منتخب تونس في عنابة كيف سيعمل المنتخب الوطني حول هذه الامور لا اجد افضل من المكلف بالاعلام التي حال جزائر لكرة القدم صالح بي عبود مساء الخير مساء الخير أخي زميلي حكيم أهلا وسهلا لكل الحاضرين دائما أسعد بتواصلك معنا بهذا الاستمرار دائما مع وسائل الإعلام وهو شي يحسب لك استصال حبي عبود اليوم ترسيم مباراة اوغندا والجزائر يوم الثامن عشر مباراة الجزائر ودية مع تونس هناك في عنابة يوم العشرين كيف سيتم التعامل في هذا الأمر كيف حكيم هو كما تعرف أخي قوانين المنافسة والكاف واضحة في هذا المجال بحيث الفريق المستقبل هو اللي يعني يحدد التاريخ المكان والتوقيت المقابلة هذا ما قام به الاتحاد الأوغندي وفي نفس الوقت رأس الكاف والكاف رسمت هذه المقابلة في هذا التاريخ فبعد ذلك الاتحاد الجزائري لكرة الخدم قام بطلب رسمي الاتحاد الأوغندي حتى يقدم هذه المقابلة على الأقل بـ 24 أو 24 ساعة قبل هذا الموحد طيب قدمت طلب لحد الآن في انتظار الرات صح؟ نعم نحن ننقذ لحد الآن ولهذا السبب يعني ما حتناش بيان رسمي في الموقع أو المواقع التاريخ في الخدم حول هذا المواجهة نأمل في أن يتم ربما تقديم هذه المواجهة في حالة لم يتم تقديم هذه المواجهة المشكلة لعشرين من هذا الشهر مع تونس في عنابة هو آخر يوم من توريخ الفيفا كيف يتم مع هذا الأمر تعالوا؟ صحيح يعني أولا نحن يعني الناخ وطني أنه يلعب دقاء ثاني في هذا التاريخ ليبدأ في 12 وينتعي في 20 يعني هنا ننتظر كما قلوا إجاد حل مع الانتحاد الأغندي وهذا ما وش من المستحيل لأن الانتحاد الأغندي هو الآخر عنده أسباب وعنده أمور يتخليه يعني ينظم المقابلة في هذا التوقيت بالذات ولكن نحن نعتمد على العلاقات الوطيذة والطيبة الموجودة بين الاتحادات الإفريقية لأقل تقديم هذه المقابلة ليس لها أي علاقة بخلفية جابوما الكاميرون ما حدث للمنتخب الجزائري آخر توقيت لأنه يعطوا لهم ثلاث خيارات اختيار 18 اعتباطي وعادي نعم أشوف كل المنتخب عنده طق بشيختار المكان والأجواء والظروف ليلعب فيها لأن وفاية تقديم دائما في السباق للتأهل إلى نهاية كأس أمم الإفريقية هذا من جهة ومن جهة أخرى نضم حتى الناخ الوطني يعني ما شاهش يعني في هذا الأمر ولا في هذا الاختيار مشكبة بالعكس يعني هو كان حاب يعني يكون اللاعبين خاصة اللاعبين الجدد بعض اللاعبين الجدد يعني اللي توافدوا لفريق في جابوما في ملعب جابوما بمدينة دول الذي كان خير في لقاء الذهاب لكاميرون وينفزنا الهدف مقابل شيف لكن في العودة بعد ساعة 12 حظ طيب التحضير لكاس أمم الإفريقية المقبلة فيه المستجدات جديدة على مستوى المنتخب البعض يقول فيه وإن أعرف بأنك ستقول للأمور فنية وتتجاوز نتروح إلى جمال بالماضي ولكن أنت كمكلف بالإعلام أكيد بأنه فيه تواصل مع العديد من اللعبين العديد من الأسماء ترغبوا في اللعب للمنتخب الجزائي للأسماء الجديدة فيه فيه أسماء لا في الأمور الأخير يمضون بالناخب وطني عنده لائها وقائمة مستقرة تقريبا مع الأسماء التي حناها في الودع الأخيرة منظر هناك أسماء أخرى والناخب الوطني هو الآخر يتطرق لهذا الموضوع في ندوته الصحفية المعتادة التي سننظمها قبل بداية التربص القادم حيث هو يحضر كما ينبغي التربص والمقابلتين سواء المقابلة أو اللقاء الثاني إن شاء الله إن شاء الله شكرا جزيلا كسالح بيعبود المكلف بالإعلام لدى الاتحاد الجزائري لكرة القدم على هذا التوضيح فيه مشكلة كبيرة بأن المتخب الجزائري سيلعبوا مع أوغندا هناك في جابوما يوم 18 نحن رسمنا مباراة ودية مع تونس في عنابة يوم 20 مشكلة كبيرة يومين إن لم يقدموا مباراة أوغندا ستكون فيها مشكلة صح؟ مباراة رسمية هي صح كبتل ليس مباراة ودية أنا كان خالل ما بين التنسيق بالمباراة لأنها كانت مباراة يوم 18 صح ولمشكلة الفريق لي خير المباراة كان عارف مباراة ودية من أوغندا لعبوا هنا أو لهيك؟ لعبوا في جابوما في الكامرون من الكامرون دخلوا على طول تونس مباراة ودية العنابة ستكون فرصة اللاعبين لما لعبوش في هذه المباراة طيب المنتخب بحاجة إلى أسماء أخرى الحديث كثير على أسماء جديدة تلعب مع المنتخب في النسيق المتخب 23 ورغبة بعض الأسماء فيها التقمس ألوان المنتخب مليح هذا الشي؟ مليحة ولكن عندنا لعابين في المنتخب اللي يرى هم يعني جاهزين مية في المية ولكن عندما نشوفهم في المنتخب ما يكونواش في المستوى المطلوب دول مشكلة احنا في الجزائر مشكلة مشكلة الجزائر عندنا أسماء كبيرة تلعب في نوادي أوروبية كبيرة U.P ولكن نهارا يجي المنتخب منصيبوش نهارا يجي العفل منتخب الجزائري في المومون ديفيسين ما لقيناش عدة لعابين صف مباراة وحدة الجزائر ضد ضد فريق الكامرول أو نيجيرا النهائي الكونفرونت محرز بس ولكن في عدة مباراة ما لقيناش لعابين في المستوى سعد كيم نحن بحاجة إلى أسماء جديدة بعض يقول لك لماذا دائما بعيدا عن المنتخب الأول دائما نحن نعتمد فقط على المدارس الفرنسية التي تكون لك وتعطيك أنت تنتظر هؤلاء اللعبين ربما التي لا تحتاجهم فرنسا متخب فرنسي لتأتيك متى يكون الاعتماد ويكون يقول أنا راح نجيب من أكاديمية بلعباس بشكل عام ونختار زبدالي في فرنسا ولا في الدوريات الأوروبية شواء كن يقول لطريق صحيح والناس اللي ذكرناهم قبل القاع يتعاونوا باش يخدموا البلاد حاليا نحن في طريق خطأ لا نحن نبعد هنا كل واحد راه يجب دمجيها أبوك نكون في التعاون بالكفاءة اللي عندناك سواء لعابين قدموا ولا صحفيين ولا مدربين نقدروا نديروا حاجة عبد كيف صبر الشريف هل فيه تصفية حسابات هل فيه ربما انتقاد من أجل الانتقاد هل فيه ضربات تحت الحساب فقط من أجل الضرب لا شوف ديجال أنا أعدو بالهم كلمة أنا أنا اللي قرأ الفوتبول وليلعب الفوتبول يمشوا كيف كيف يمشوا كيف كيف بس قلت أنا اللي قرأ ما يقدرش يكون عنده الفيكوية عن جوار ولي لازم يمشوا كيف كيف والصحفي يمشي كيف كيف والإداري يمشي كيف كيف بس هنا عندنا باب واحدة وليل يتخرجنا من هذه الأزمة وكتم ونقولوا نديروا في المنطقة ونقولوا نديروا لعابين من الجزائر ونخيروا وبعد إحنا نقولوا نخيروا شكو نجيبوهم إليه شكو جزيلا لك عبد الكريم سابر شريف مدر في أكاديمية سيديب العباس دائما أسعد بي توصلك معي لما تجيل العاصمة وأنا البقى مفتوح لك طبعا أكون سعيدا معه أيضا سيبان طلعا شكو جزيلا لك فيصل أشكرك جزيلا الشكر جزاك الله خير كابتن بس ولكن حبيت لنا واحد مريد صحفي جمال توافق متمنى ولو الشيفاء والصحة والعافية جمال توافق ربيش فيه إن شاء الله شكو جزيلا لكم مشاهدي الأكفاضل ألقاكم على خير بإذن الله في برنامج آخر السلام عليكم ورحمة الله